مصر بتلجأ الى مجلس الامن مجدداً تخيلوا مجدداً تاني مجلس الامن على اساس ان مجلس الامن جابلنا حققنا قبل كده فراحل مجلس الامن تاني يقول يا جماعة الحقنا عشان احنا عندنا مشكلة مع اسيوبيا يعني الواحد يعجز كل قموسه عن الاتيان بألفاظ ده سلوك العجزة انت كم مرة روحت المجلس الامن؟ فاكرين مرة لما سامح شاكري لما كانوا بيعتبروه اسد الخارجية فاكرين اسد الخارجية اللي منتهم بقضية فساد مع منندس ها فاكرين اسد الخارجية لما راح المجلس الامن وهناك المندوب الروسي خدنا غسل ومكوى فاكرين الحكاية دي ولا بتنزوا فراحل مجلس الامن تاني طيب يا سيدي راحل مجلس الامن تاني يعني هوريكوا دلوقتي بعد ما استعرض الاخبار هوريكوا ابي احمد بيقول ايه عشان تبقى تروح تشتك المجلس الامن زلزالان جديدان يا ضربان السيوبيو طبعا الكلام ده احنا خدناه بتاع عباس شرايا قبل كده واخدنا الكلام بتاعه وقلتلكوا قبل كده انه هذا الكلام الحقيقة في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة لانه اذا راهن على ان الزلازل هي اللي هتدمر السد فاستعد الى طوفى النوح حيث تغرق السودان وتغرق الدلتة وجزء كبير من الوادي النبوء اللي موجودة في الطورة حيث يحل الخراب في مصر حط بس الخيوط جنب بعض كده وانت تبقى عارف اقرى نبوء التطورة كيف يحل الخراب في مصر وانت تبقى عارف لاحسن في بعض الجهلة السفلة فاكرين انه هيفرح لما السد ده ينهار وزير الرأي السابق بيقول الدولة المصرية لن تسبح بازمة مياه وبنجدد بنجهز نفسنا عشان نمتص الصدمات فاعلان تشوف يا سيدي بقى نشوف بقى الكلام بتاع الجماعة الاسيوبيين عشان نشوف الى اي مدى وصلت الاهانة الى مصر التي كانت كبيرة عن غصب غصب عن الكل كانت كبيرة غصب عن الكل شوف اتقزمت على ايد الزعماء اللي هما الزعيم الضكر بقت عاملت ازاي؟ ده كبدي جربة ده خبير في قانون المياه الدولي بيتكلم على الاستخدام العادل لمصر استخدام العادل لمياه النيل نسمع الكلام وارجع اقولك يعني يقصد ايه؟ لاعبت ايثيوبيا دورا رئيسيا في الاستخدام العادل للمياه والتغيير ويظهر ذلك في تحقيق الاتفاقية الاطارية للتعاون لدول حوض النيل من خلال انشاء مبادرة حوض النيل والجهود المبذولة للحصول على توزيع عادل للمياه وهناك اسباب منها انه حوالي 86% من التوزيع العادل للموارد يؤثر بشكل رئيسي على ايثيوبيا وان 86% من مواردنا المائية لم نستفد منه ليس هذا فحسب بل ان 70% من مواردنا المائية تقع في حوض النيل الاستخدام العادل ده انه يا حبيبي مالكش عندنا لا حقوق تاريخية ولا الكلام بتاع زمان ده مالكش عندنا حاجة اللي هندهولك موسئلك وش وظهر عليه بص بقى سيدي اسمع كلام ابي احمد وهو يجلس في البرلمان الاسيوبي بيقول ايه والله العظيم يعني انا يحاول طبعا نروح اخد ده والضغط اسيوبيا بتقول علينا احنا كده يا جماعة معلش يعني معلش والله احنا يعني بس الناس بتقول يعني انتوا شايفين نفسكم كمصريين وبتاع يا جماعة مش شايفين نفسينا على حاجة مصر دي كبيرا غزبا اقلايا حد ما احترام الكل وقولتلك قبل كده لو لم تكن مصر كبيرة لما اصطفاها الله بذكريه في القرآن ولا ما جعل لها في القرآن كل هذا القصص اهم قصتين في القرآن موجودين عندنا في مصر قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا موسى يعني يعني مصر دي مش قليلة مصر دي خزائن الارض مصر ادخله مصر ان شاء الله امين مصر دي كبيرة فلما تيجي على دين دول وتتهان الايهانة دي يبقى لا نعمة اعين الجبناء كما قال خلد ابن الوليد والله لا نعمة اعين الجبناء شوف يا سيدي خد لنا الاتنين بقى انه ما فيش بلد مناسبة لاستثمار زي اسيوبيا واسيوبيا هي مركز القوة في افريقيا اسيوبيا مركز القوة في افريقيا يا ذكر اسمع هناك بعض النقاط التي يجب ان تكون واضحة حول السبب الرئيسي وراء توقع قدوم المستثمرين وحتى لو انتشرت الدعاية الاعلامية الى المستوى المطلوب في افريقيا فلا يوجد بلد مناسب للاستثمار مثل اثيوبيا اولا الاراضي سياسة اثيوبيا وقيمها هي العيش بسلام وود مع الجميع وتبادل المنافع لان السلام يجعلنا نكسب نحن قمنا بالتعرف عن مصالحنا الوطنية وعندما نعمل مع الدول الاخرى نسأل عن مصالحهم ايضا البعض مازال يعتقد ان اثيوبيا تعيش في الفقر ولكن يجب تصحيحهم اثيوبيا هي مركز القوة في افريقيا فهي في ازدهار مستمر وتلعب دورا كبيرا في حل مشاكل القارة لذا يجب على الجميع التفكير في هذه النقاط قبل التفكير في التعامل مع اثيوبيا